وللحديث حول الملف اليمني انضموا معنا هنا في الاستيديو رئيسه تحرير موقع الواقع اليمني محمد المهدي أهلا بك أستاذ محمد مرحبا بك حياكم الله خلينا نبدأ معك أستاذ محمد سؤالي الأول ما هو السيناريو القادم في صنعه وكيف من الممكن العمل على كيفية أو على الوقوف في وجه ميليشيا الحوذي تفضل أستاذ محمد بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكركم على الاستضافة ثم لا بد أن نتقدم بالتعازي لأسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وللشعب اليمني فقد قتل وهو يقاتل الحوذيين وهنا لا بد أن نصحح معلومة كثير يردد معلومة أن الرئيس قتل وهو هارب الرئيس السابق وهو هارب إلى منطقته وهذا غير صحيح اغتاله الحوذيين حسب الروايات التي من المقربين له اغتاله الحوذيين وهو في بيته ثم أخذوه إلى تلك المنطقة ليحاول إظهاره بأنه كان يريد الهروب إلى خارج العاصمة صنعاء أو باتجاه مأرب يعني الحقيقة أنه الوضع الذي يحاصل بعد حادثة الاغتيال التي طالت الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتأكيد هناك حالة غضب عارمة داخل الشعب اليمني في داخل العاصمة صنعاء وفي إب وفي تعز وفي كل المحافظات لكن الميليشيا الحوذية لا ترعوي وتقبض بقبضة حديدية وتستخدم كل أساليب الإرهاب لاستهداف المواطن اليمني وخاصة استهداف قيادات المؤتمر الشعب العام هناك روايات تتحدث عن اغتيال قرابة المائتين خلال الساعات السابقة فقط منذ ساعات اغتيال الرئيس السابق حتى اللحظات السابقة كان هناك حديث عن ما يتجاوز المائتين من الاغتيالات في حق قيادات المؤتمر الشعب العام بالإضافة إلى حالة اعتقالات في كل المحافظات التي كانت قد بدأت بالانتفاضة لكن هذا بالتأكيد لن يجعل الناس تتأخر عن الانتفاضة بل سيجعلهم في زيادة من العزم لهذه الانتفاضة ويبقى المهم أن يكون هناك دعم حقيقي وتأكيد على حديثك أستاذ محمد الآن الجيش اليمنية شنه هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الحوثية الإيرانية في تعز فضل أستاذ محمد بالتأكيد طبعا معركة تعز من أهم المعارك الموجودة في الدفاع عن الجمهورية ونحن سابقا ولا زلنا نقول أن تحرير تعز هو جزء من مهمة تحرير العاصمة صنعاء باعتبار تعز الحاضنة الوطنية وباعتبار تعز أيضا منطقة استراتيجية ومهمة والعدو يدرك أهمية تعز وبالتالي يحشد للمحاربة فيها وبالتأكيد أن جبهة تعز ما دون ذكرنا جبهة تعز ستكون أضعف بالنسبة للحوثيين بعد خروج قيادات الحرس الجمهوري وترك الحوثيين للكتال وحدهم الحقيقة أن هذا الحال من العنف والقتل والاستهداف للناس لن تخلق إلا زيادة من زخم هذه الانتفاضة لاستمرارها لكن يبقى هنا موضوع مهم جدا يجب أن تتحرك له الشرعية وحقيقة بقيادة التحالف قبل ذلك أن تتحرك لاستغلال الحدث يعني حتى هذه اللحظات حتى هذه الساعات لم نجد عمل على مستوى الحدث الموجود حقيقة يعني يجب أن يتحرك الجيش الوطني باتجاه العاصمة صنعاء فالناس تنتظر هذه اللحظات لتتحرك أيضا من الداخل الذي في الداخل لا يمكن أن يأمن على نفسه إذا لم يجد حركة من طوق صنعاء أنا أقول لا يجب أن نركن حتى على القبائل التي حول طوق صنعاء بل نركن حقيقة على قيادات الجيش الوطني المدربة على تحرير العاصمة صنعاء نعم أنت تتحدث عن تحرك داخلي لكن كيف يكون مدى التنسيق الموجود اليوم بين الشرعية وبين القوى السياسية الأخرى داخل اليمن وكيف يمكن استثمار هذا التنسيق الذي تحدثت عنه قبل قليل أستاذ محمد طبعا بالتأكيد يعني قيادات المؤتمر الشعبي العام تحديدا الذين في الداخل يعني أنا أقول أنهم معذورين في هذه اللحظات في حالة الرعب الموجودة لكن بالتأكيد يعني إذا كان هناك تنسيق جاد من قيادة الشرعية بالتحرك وبعدم النظر يعني أنا أقولها هذه المرة وبشكل واضح بعدم الالتفات أيضا للضغوطات الدولية التي أخرت الحسم نحو العاصمة صنعاء كلما حاول الجيش أن يتقدم نحو العاصمة صنعاء تحرك المجتمع الدولي لخلق حوارات والبحث عن حوارات وأوهام تؤخر المعركة وتجعلنا نخسر أكثر يعني لأننا نتحدث عن معركة هي دفاع عن الأمن القومي العربي لا نتحدث عن معركة تستهدف اليمنين فقط بل تستهدف المنطقة بأكملها وبالتالي هذه المعركة وهذه الملحمة من أهم الملاحم التي يجب أن يتم تحقيق أهدافها التي أعلنت سابقا نعم ماهم أصالح المجتمع الدولي كما تحدثت أنت أستاذ محمد عندما يتحرك الجيش اليمني إلى صنعاء بدأوا في بالتأكيد المجتمع الدولي أخي العزيز لديها أوراق يريد أن يلعب بها بالمنطقة ويريد أن يضغط ويريد أن يبتع ويشتري بالسلاح هناك أهداف كثيرة يريد أن يحققها وأن يحقق مصالح ولذلك شوف المجتمع الدولي دائما فيك أي قضية من القضايا الموجودة في المنطقة بشكل عام ينظر إلى مصالحه ولا يلتفت إلى مصالح الشعوب وهذا الذي عهدناه منذ القضية الفلسطينية حتى القضية اليمنية الآن وبالتالي أنا أقول إذا فرضنا أمرا واقعا الرئيس السابق على سبيل المثال علي عبدالله صالح حينما فرض أمرا واقعا في جنوب اليمن حينما وحد اليمن حينما فرض هذا الأمر الواقع رغم القرارات الدولية اعترفت بعدها المجتمع الدولي بذلك أنا لا أدعو لتجاوز القرارات الدولية بل أدعو لتطبيق القرار الدولي الشهير فهو كافي لتحرير اليمن وخروجها من هذا المأزاق الذي تتعيشه نعم كان معنا رئيس تحرير موقع الواقع لأستاذ محمد مهدي شكرا جزيلك أستاذ محمد الحديد